في الأثناء أعلنت سلطة مطارات إسرائيل توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بنجوريون وعدم السماح بإقلاع أو وصول أي طائرة بكافة المطارات الإسرائيلية بدوره أعلن الأردن تعليق حركة الطيران مؤقتا في البلاد كما أعلنت لوفت هانزا الألمانية توقف رحلاتها إلى عمان وأربيل وتجنب المجالات الجوية لكل من إيران والعراق والأردن حتى الثاني من أكتوبر وسط تصاعد التوتري في الشرق الأوسط